انا بنبقى مرتبين يومنا كله على حدث معين احنا النهاردة هنعمل النشاط بتاعنا عن مثلا التسام معنى كده ان حضراتكم عندكم جدول اسبوعي طبعا جدول اسبوعي وندخلين يوم للانشطة مخصص للانشطة الانشطة عملينا بشكل يوم الانشطة بشكل يوم طب ده جميل بحيث الطفل ما يملش اوه وبتدعم كمان اللي انا بتكلم فيه النهاردة فاحنا ممكن نغير كل الترتيب عشان طفل واحد بمعنى ان كان فيه مرة مثلا وليت امر بتقول لي ان الولد ده تعامل بشكل غير لائق مع تيتا يعني فاحنا غيرنا اليوم كله وعملنا اليوم سمينا يوم اللي اعتذار جميل ازاي احنا نعتذر لتيتا طبعا احنا عايزين نشوف وسيلة حلوة نقول لتيتا احنا اسفين طبعا ونعلم الطفل ده ان هو يعتذر يعني حضراتكم كمان بتشتغلوا على جانب تعديل السلوك اوه احنا ممكن نغير مصاري اليوم بقول لحضرتك على سلوك احنا عايزين نعدله يعني احنا مش هنسيب اليوم يا عزي وبعد كده هنتكلموا فيه لا هو انسي عشان توصلي طريقة للطفل مش بتبقى مباشرة ان انت لا ما تعملش السلوك ده ده كده غلط ده كده عيب طبعا الاطفال كتير عندهم ميزة العندي يعني او هو عيب يعني اوه فاحنا لا احنا بنوصلوها بطريقة ان انت حتلفت ليها يعني هيتلفت نظرك ليها وحتحب تروح تعملها وبالفعل الطفل ده روح البيت اعاد يبوس في تيتا وانا ااسف يا تيتا لان هو بتعلم بس احنا مقلناش انت عملت كده انت غلطت مع لا هو كان الموضوع يعني بطريقة غير مباشرة بس احنا كنا نهدفه ان الكل يتعلم ان السلوك الوحش انا ما اقررهوش وماعملهوش اشتركوا في القناة